أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أكرانية للهجوم على مقاطعة موسكو بالطائرات المسيرة وأعلنت وزارة الدفاع تمكنها من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة موسكو وكانت وسائل أعلام الروسية قد ذكرت بأن الجيش اعترض المسيرات حين اقتربت من مستودعات عسكرية في منطقة موسكو أما حاكم مقاطعة موسكو فأكد العثور على حطام الطائرات من دون الإفادة عن وقوع أضرار أو إصاباته مضيفا بأن الطائرات المسيرة سقطت بالقرب من قرية كاليني نتسا أعلنت القوات الأكرانية سيطرتها على بعض المناطق تجاهها ميلتابولا وبردنياسكا في منطقة زاباروجيا وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أن قواته حققت نجاحا جزئيا مضيفا أن أوكرانيا تواصل تقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع قوة معارك عنيفة بالقرب من ليمان في منطقة دونياسكا كشفت مجلة بلد الألمانية أن روسيا بدأت بشن هجوم مفاجئ على محاور خاركوف وليغانسكا وأوضحت المجلة أن الجيش الروسي اقترب من هجومه على لوغانسك من مدينة كوبيانسك لمسافة كيلو مترين مضيفا أن القوات الروسية سيطرت على مواقع بالقرب من كريانياما الواقع على حدود منطقتين لوغانسكا ودونياسكا في الأثناء اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني بأن الجيش الأوكراني واجه مشاكل خلال هجومه المضاد مضيفا أن الهجوم الأوكراني يسير بوتيرة أبطأ مما كانت تريد كييف وأكدت نائبة وزير الدفاع بأن القوات الأوكرانية سوف تتقدم تدريجيا رغم الصعوبات والمقاومة التي وصفتها بالشرسة من الطرف الروسي من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إن قوات بلاده تدمر القوات الروسية في منطقتين رئيسيتين للصراع شرق وجنوب البلاد على الحديث حول إسقاطي روسيا طائرات مسيرة فوق مقاطعة موسكو معنا مراسل الشرق أندري كيلسانوف أهلا بك أندري إذن الدفاعات الروسية أسقطت ثلاثة مسيرات فوق موسكو نعم عبد الرحمن صباح النور طبعا يعني بالفعل وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي صدر اليوم في ساعات الصباحية اليوم يعني قالت أن القوات الروسية أو يعني أجهزة الحرب الإلكترونية تمكنت من إسقاط ثلاثة مسيرات أوكرانية بالقرب من مدينة موسكو وفي مكاتعة موسكو نذكركم عبد الرحمن بأن الهجوم الأخير الهجوم الأوكراني الأخير على موسكو ومكاتعة موسكو كان في ثلاثين من شهر مايو الماضي حيث استخدمت القوات الأوكرانية ثلاثة مسيرات دون وكوع إصابات طبعا حكم مكاتعة موسكو أندري باربيو فعلنا عن إسقاط هذه المسيرات التي تم استخدامها في محاولة لهجوم جديدة على مكاتعة موسكو تم إسقاط مسيرتين في منطقة لكاعدة عسكرية أو مستودع لكاعدة عسكرية لفوج تمانسكي الروسي هذا أولا وتم إسقاط المسيرة الثالثة في منطقة لقرية لوكينو بدواحي مكاتعة موسكو الهجوم كان في ساعات الصباحية وتحديدا في الساعة الخامسة صباحا أو في الخامسة ونصب توقيت محالي أو في الساعة السادسة بتوقيت دبي وتبعا روسيا بعدما تمكنت من إسقاط مسيرات في ثلاثين من شهر مايو الماضي يعني السلطات الروسية اتخذت إجراءات إدافية لدمان أمن الأجواء في مكاتعة موسكو وموسكو ويتخذت إجراءات جديدة لتعزيز عمل نظام الدفاع الجوي كما قال بلدي مير فوتين الرئيس الروسي نعم مبد الرحمن طيب أندريا هناك معلومات بأن روسيا تشنه هجوما مفاجئا على محاور مثل خاركوف ولوغانسك ما هي آخر تطورات المعارك في هذه المحاور عبد الرحمن في الحقوق يعني وزارة دفاع روسية لم تتحدث اليوم عن هذه المناطق وتحديدا عن منطقة خاركوف أن هناك هجوم روسي جديد يعني ليس هناك معلومات رسمية حتى الآن عن هذه التطورات والأخبار الأجنبي هي التي تتحدث عن هذه المعارك لكن بالنسبة لمنطقة خاركوف هي منطقة استراتيجية بالنسبة لمكاتعة بيلغيروت الروسية الحدودية التي تقع مباشرة على الحدود الأوكرانية وكما يقول بعض الخبراء الروس يتم تنفيذ هجمات على مكاتعة بيلغيروت الروسية تحديدا من منطقة خاركوف الأوكرانية يعني هي تستخدم كأرضية أو كاعدة لتنفيذ هجمات على مكاتعة بيلغيروت هذا أولا بالنسبة لمدينة لغانسك أو جمهورية لغانسك فالمعارك في هذه المناطق مستمرة لكن هناك معارك أكثر يعني عنفا ربما كما يصفها بعض الخبراء الروس في منطقة مارينكا بجمهورية دونيسك ومعارك أيضا في دواحي مدينة أرتيوموسك أو مدينة بخمود كما يسميها الجانب الأوكراني كانت هناك تصريحات للقائم بعمال رئيس جمهورية دونيسك دينيس بوشيل الذي قال إن القوات الأوكرانية تواصل الهجوم بشكل عشوائي على مدينة أرتيوموسك من نجل عرقلات عمليات عادة عمار مدينة أرتيوموسك من قبل القوات الروسية أو من قبل الجانب الروسي بشكل عام هناك أيضا معارك كما تقول القوات الروسية في محور زابروجي وهناك خط التماس يمتد أكثر من 150 كم لكن القوات الروسية المتواجدة هناك مستعدة لصاد أي هجوم أوكراني مداد وكما قال وزير الدفاع الروسي كان هناك أكثر من 260 محاولة منذ الرابع من شهر يونيو الحالي أكثر من 260 محاولة لتنفيذ هجوم مداد من قبل القوات الأوكرانية نعم عمد الرحمن شكرا لك من موسكو ومراسل الشرق أندريه كيرسانوفا شكرا لك